السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود وعدتكم في الأسبوع الماضي أن تكون حلقة اليوم حول مستقبل السلطة الفلسطينية والانتفاضة والمفاوضات مع البروفيسور إدوارد سعيد غير أن الانتخابات الأمريكية حالت بيننا وبين حجزات الأقمار الاصطناعية من نيويورك مما دفعنا لاستبدال حلقة التاسع والعشرين من نوفمبر مع حلقة اليوم على أن تأتيكم حلقة البروفيسور إدوارد سعيد في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري إن شاء الله رغم أن إسرائيل تمارس واحدة من أبشع عمليات الإبادة والتطهير العرقي ضد العرب ضد الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من خمسة وخمسين عاما إلا أن ممارسات جنودها البشعة في الأوينة الأخيرة دفعت الكثيرين إلى التفكير في أساليب ووسائل الإرهاب الصهيوني ضد العرب لسبب بسيط هو أن الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين خلال عامي سبعة وأربعين وهو عام التقسيم وثمانية وأربعين وهو عام إعلان قيام إسرائيل على أطلال فلسطين كانت تتم بعيدا عن أعين الكاميرات ووسائل التلفزة العالمية وكذلك مرتكبه الإسرائيليون بعد ذلك من فضائع خلال حروبهم المختلفة مع العرب أما الآن فإن العالم كله يشاهد وعلى الهواء مباشرة كيف يقوم الجنود الصهاينة بقتل الفلسطينيين العزل بدم بارد وبنفوس مليئة بالحقد والكراهية والخوف والرعب في آن واحد ورغم أن هذا العنف وهذا الإرهاب الصهيوني شغل الناس بمظاهره ودفعهم إلى القيام بردود أفعال آنية في نفس الوقت إلا أن الأهم من ذلك هو محاولة فهم جزور وأبعاد هذا الصراع والتعرف على النفسية الإسرائيلية ونظرة الصهاينة للعرب ومحاولة فهم آليات ووسائل الصراع المستقبلي بين العرب وبين الإسرائيليين في ظل نظرية الأمن واتفاقات التسوية وهذا ما سوف نتناوله في حلقة اليوم مع رجل قضى ما يقرب من أربعين عاما في درسة الحركة الصهيونية واليهودية بل ورها في موسوعته الشاملة التي صدرت في ثمان مجلدات عن اليهود واليهودية والصهيونية وقد استغرق إعداده لها خمسة وعشرين عاما تفرغ منها خمسة عشر عاما كاملة في إعدادها ولد الدكتور عبدالوهاب المسيري في مصر في أكتوبر عام 1938 تخرج من كلية الأداب عام 59 وحصل على الماجستير في الأداب الإنجليزي المقارن من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 64 وعلى الدكتوراه من جامعة ريدغرز عام 69 صدرت له عشرات الدراسات والمقالات عن إسرائيل والحركة الصهيونية ويعتبر واحدا من أبرز المؤرخين العالميين المتخصصين في الحركة الصهيونية ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد مجهز الأنباء على الرقم التالي 488 8873 أما رقم الفاكس فهو 4885 999 مع إضافة كود الدوحة 00974 للمقيمين خارجها دكتور مرحبا بك أهلا بك أبدأ معك بمحاولة لتفسير هذا الإرهاب الذي يمارسه الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والذي يصل كما أشرنا في المقدمة إلى القتل بدم بارد دون أي إحساس بالذنب أو المسئولية تجاه القتيل في الواقع لابد أن أعترف أنني رغم أنني توقعت مثل هذه الاستجابة للفعل الفلسطيني الانتفاضي إلا أن الاستجابة كانت أكثر من توقعاتي كيف؟ بمعنى أنه إن كنت قد دخلت في عملية سلام أو سميتها عملية سلام وبدأت تعطي الفتاة للفلسطينيين وتحرمهم منها الكثير كان لابد أن تتوقع مثل هذه الانفجارة وكان لابد أن تحاول أن تعالجها بطرق شبه سلمية حتى يمكنك الاستمرار في عملية الخداع وعملية السطو من خلال ما يسمى بالمفاوضات لكن الاستجابة لم تترك مجال بتاتا لأي نوع من أنواع المنورة بالنسبة لدعاة السلام في العالم العربي يعني هو قضى على هذا تماما قضى على أي إمكانية في المستقبل لكن لتفسير هذه الاستجابة العنيفة التي ليس لها مثيل في تاريخ العلاقة بين الصحينة المستوضين الصحينة والسكان الأصليين أي الفلسطينيين لابد أن نعود لنضحها في سياقها الحضاري والتاريخي والديني أيضا ابتداء يجب أن نميز بين العنف الفكري والإرهاب الفعلي لأن العنف الفكري هو مقدمة للإرهاب الفعلي العنف الفكري عند الصحينة نابع من مقولة بسيطة جدا أنهم يرون أن فلسطين هي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ثبت أن اليهود لا يكونون شعبا ومن ثم لا تزال الغالبية الصحيقة خلق إسرائيل لكن كان المنظومة الصحيونية لاستمرار بعد سقوط هذا الجزء من المقولة الصحيونية الأساسية دكتور متى ظهرت مقولة أرض بلا شعب بالنسبة لليهود ومتى سعوا لإنزالها أو لتحقيقها على أرض الواقع في فلسطين أنا سعيد أنك سألت هذا السؤال لأنه في الواقع ولدت هذه المقولة في الأوساط الاستعمارية الغربية غير اليهودية أي قبل ظهور الصحيونية لأنها جزء من الاعتذاريات الاستعمارية بشكل عام بمعنى أن المستوطنين البيض حينما استوطنوا في أمريكا الشمالية كانوا يسمونها الأرض مع زراء أي أرض بلا شعب النفس الشيء بالنسبة لجنوب أفريقيا وهذا التصور هو في الواقع مقدمة للإبادة لأنه سكاة أرض فارغة إذن من فيها هو غير موجود ويمكن إبادة رؤية أنك تسقط إنسانية السكان الأصليين عنهم من خلال هذه المقولة فهي قد بلورت في الواقع على يد السياسي الإنجليزي لورد شافتس بري في منتصف القرن 19 كانت موجودة بشكل جنيني ثم بلورت وورثها الصهيينة من بين أعضاء الجماعة اليهودية متى ساعة الصهيينة لتحقيقها على أرض فلسطين؟ ولماذا اختاروا فلسطين تحديدا؟ وهل صحيح أنه كان هناك أماكن أخرى مرشحة لهذا الموقع الاستيطاني ثم استبدلت بفلسطين بعد ذلك؟ نعم أصله هو في الواقع أوروبا كانت بدأت تفكر هذا التفكير الصهيوني على مستويين أول مستوى أن الحال الإمبريالي لجميع مشاكل أوروبا هو تصدرها فكان عندهم مسألة يهودية فكيف نتخلص منها بتصدرها إلى الخارج تماما كما صدروا المجرمين وصدروا المحتجين دينيا وهكذا وصدروا الفاشلين اجتماعيا فكان لابد أن يتم تصدير اليهود في هذه المرحلة كان البحث يتم عن أي أرض موزنبيق، الأرجنتين، العريش لكن الحدث أن المسألة اليهودية التقت مع المسألة الوثمانية المسألة الوثمانية هي أن أوروبا قررت تقسيم العالم الدورة الوثمانية فوجدت أنه من الضروري إنشاء دولة استيطانية في هذا المكان فمن خلال تزاوج الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية والتصور الإمبريالي للمنطقة حدث تزاوج بين العنصرين وتم تقرير فلسطين كمكان الاستيطان اليهود وهذا نشأ مرة أخرى في الأوسط الاستعمارية قبل أن ينشأ في أوسط اليهود لكن هنا ربما هذا يختلف مع التفسير الطوراتي لأرض المعاد التي يهاجر لها اليهود الآن اختيار اليهود لفلسطين نابع من منطلق طوراتي عقائدي بأنها أرض المعاد وأن من حق أي يهودي في أي مكان في العالم الحصول على حق المواطنة والعودة إلى أرض المعاد أما يختلف هذا التصور عن الواقع الحالي بالنسبة لليهود ورؤياتهم لفلسطين؟ أنا سأفاجئك بالقول أن العودة إلى فلسطين أو إسرائيل كانت محرمة من العقيدة اليهودية حتى أواخر قرن 19 كيف؟ كان العودة إليها شيء محرم كانت تسمى خطيئة الدحكات هاكيتس أي التعجيل بالنهاية لأن العودة إلى فلسطين يجب أن تتم تحت قيادة المسيح المخلص اليهودي المشيح فإن لم يأتي فعليك فعلى اليهود الانتظار في صبر وأناه هذا التصور اليهودية الحاخمية حتى أواخر قرن 19 ولذلك في المؤتمر الصحيوني الأول عرضته كل الجماعات اليهودية ده اللي عقده ريزل في بار نعم عرضته جماعات في الواقع كان يود عقد المؤتمر الصحيوني الأول في ميونيخ حيث توجد جماعة يهودية كبيرة لكنه بسبب ضغط هذه الجماعة اليهودية اضطر أن ينتقل إلى بازل في سويسرا حيث توجد جماعة يهودية صغيرة لأن يمكنها أن تمارس الضغط على بلدية الدولة المدينة الذي حدث بعد ذلك مع التبني الغربي للمشروع الصحيوني ومع تفاقم المسألة اليهودية ومع الرغبة الغربية الملحة في إنشاء دولة صحيونية في فلسطين بدأ عملية صحيانة اليهودية من الداخل ولم يبقى من هؤلاء المعارضين سوى جماعة النتوري كارتا وهي جماعة تقوم بحرق علم إسرائيل كل عام وهذه موجودة إلى الآن موجودة وهؤلاء يعارضون التواجد اليهودي في فلسطين على اعتبار أن هذا يعجل بنهاية اليهود والقضاء عليه أنه يتحدى مشيئة الإله بالنسبة للرؤية اليهودية بالنسبة للرؤية اليهودية التوراتية يعني الآن لجوء اليهود إلى فلسطين لم يتطابق مع الرؤية اليهودية التوراتية التي كانت تحرم ذلك وإنما تطابقت الرؤية الصهيونية مع الرؤية الإمبريالية أو الاستعمارية الغربية وأدت إلى لجوء اليهود إلى فلسطين وسعيهم لإقامة إسرائيل على أطلالها من خلال التقسيم في 47 والدولة في 48 لكن كما قلت أنه تم تغيير العقيدة اليهودية من الداخل بحيث أمكن توليد دباجات صهيونية من داخل اليهودية نفسها خاصة أن اليهودية فيها مشكلة أنها عقيدة تحتوي على عقائد متناقضة يعني إحنا الآن الحلقة هي محاولة للفهم فأيضا في محاولتنا للفهم وكثير من المشاهدين ربما لا يدركون الفورق الأساسية ما بين الصهيونية وما بين اليهودية طالما أنت الآن تتحدث عن اليهودية ما هي الفورق الأساسية بين اليهودية وبين الصهيونية؟ الفورق الأساسي أن اليهودية عقيدة يؤمن بها بعض الناس ويسمونها يهود أما الصهيونية فهي عيدولوجية سياسية يؤمن بها أشخاص قد يكونوا غير يهود فالواقع كما أبين في موسوعاتي وكما يبين آخرون العقيدة الصهيونية لم تولد بين اليهود وإنما ولدت أساسا بين مفاكرين استعماليين غير اليهود ومن أهمهم لورد شافتس بري الذي أشرت إليه ولورد وسير لورانس أوليفاند كلا هما كان اكتملت الفكرة الصهيونية في كتاباته وهم مسيحيين لم يكنوا يهود؟ بل عيس كانوا يكرهون اليهود كانوا يكرهون اليهود كما هو الحل بالمناسبة بالنسبة لبالفور لورد بالفور كان يمقت اليهود الوزارة لويد جورج التي أصدرت وعد بالفور لويد جورج هذا بعد إصدار وعد بالفور كان مرشح في دائرة انتخابية في لندن واستخدم عبارات معادية لليهود وتنقع كراهية له كيف يا دكتور نفهم ذلك؟ كيف يكونوا معادين لليهود في نفس الوقت الذين هم لعبوا دورا رئيسيا في تجميع اليهود وفي إقامة الدورة اليهودية؟ خدمة لمصالحهم وتخليص أوروبا من اليهود يجب أن لا ننسى أن الصهيونية أحد أهدافها الأساسية الخفية هو تخليص أوروبا من اليهود طيب الآن لو رجعنا للمفهوم الصهيوني عمر الصهيونية كم سنة مقارنة باليهودية؟ تتوقف على طريقة التاريخ إن أخذت بالتاريخ الذي أطرحه فهي قد بدأت اليهودية الصهيونية بدأت في حوالي قرن السبع عشر الفكر الصهيوني بدأ يتبلور في الأوساط الاستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر تبلور تماما يعني 150 سنة فقط ممكن يكون عمر الحركة الصهيونية؟ الحركة الصهيونية باتداء من هيرتسل يعني 97 قدر نقول المؤتمر الصهيوني الأول كان بلورة الفكرة الصهيونية نفسها تأسيس المنظمة لأن الفكر أعتقد قد تبلور في منتصف القرن التاسع عشر على يد المفكرين الذين أشرت لهم وكيف أسست الحركة الصهيونية على يد مفكرين يكرهون اليهود في الوقت الذي أصبحت الصهيونية مراضف لليهودية الآن في كثير من الأحيان لكل من يعتنق الصهيونية بما فيهم المسيحيين الإنجليين الذين يشكلون أكثر من سبعين مليون أمريكي تقوم إسرائيل على أكتفهم الآن طيب فلنأخذ حكاية المسيحيين الإنجليين ما لا تذكره الدراسات الأمريكية وغيرها أن المسيحية الإنجليا أو المسيحية الصهيونية هذه أو الصهيونية المسيحية تدعو إلى تجميع اليهود في فلسطين تمهيدا إما لتنصيرهم أو لإبادة معظمهم هذا الجزء يسقط تماما ما هي المصادر التي ذكرت هذا وأكدت عليه؟ كل المصادر المسيحية افتح أي مبسوعة تجد أنه الهدف من استعادة اليهود هو الإعداد للخلاص النهائي ولا يمكن للخلاص النهائي إلا عن طريق تنصير اليهود طيب الآن موضوع اليهودي وموضوع الصهيوني الإسرائيلي هل يخترف الإسرائيلي عن الصهيوني وعن اليهودي؟ نعم يعني إحنا مع الإسرائيلي بنواجه مشكلة جديدة تماما وهي أنه يوجد تجمع سكاني من 5 مليون أو 4 مليون موجود في الشرق الأوسط غرس غرسا بعضهم مولد في إسرائيل ولا يعرف وطنا آخرا له وبعضهم صهيوني يميني صهيوني يساري في أقلية صغيرة جدا معادية للصهيونية يعني بزي بين المؤرخين والجدد بعضهم صهيوني بعضهم محايد للصهيونية بعضهم معادي يعني ليس كل يهودي صهيوني ليس كل يهودي صهيوني وليس كل صهيوني يهودي بالضبط لكن إسرائيلي ليس كل إسرائيلي صهيوني لكن هنا كما بيّنت أنه بتظل المسألة أن المعادين للصهيونية داخل إسرائيل أقلية صغيرة جدا معنى ذلك أننا أمام مجتمع متناقض فيما بينه وليس مجتمع متماسكا في شيء لا المجتمع الإسرائيلي مجتمع فعلا تطحنه التناقضات لكن دعني أسارع بالقول أن التناقضات الداخلية في إسرائيل لا تؤدي إلى انهياره من الداخل كيف؟ لا يمكن لأنه عنده أليات لاستيعاب هذه التناقضات أول شيء أن مقاومات حياة الجايب الإسرائيلي الصهيوني ليست من داخله وإنما من خارجه كما حدث مثلا عام 1973 حينما أطبقت القوات العربية المصرية والسورية عليه حدث الجسر الجوي وقاتوا لهم كنت أقرأ اليوم مقالة عن الأسلحة في غاية التقدم طيب الدعم المالي والسياسي الغربي والأمريكي بالذات يعني هذا مجتمع يسكن فيه أربعة مليون أو أربعة مليون نص يهودي يحصل على مساعدات مباشرة تقل من خمسة بليون وغير مباشرة خمسة بليون غير الدعم الذي لا يقدر من ماله هكذا ثانيا وده مهم أنه توجد في إسرائيل ديمقراطية مقصورة على المستوطنين وإنسان ذلك وزميها ديمقراطية المستوطنين هي قادرة على باستمرار استعاب المشاكل وطرح حلول لها كما هو الحال الآن بين العلمانيين والدينيين لكنها ستجعل المجتمع يعيش أزمات دائمة وتجعل المجتمع الإسرائيلي دائما يعتمد على الرافض الخارجي في عمليات الإمداد بالفعل يعني معنى ذلك إذا تأثر الرافض الخارجي بالنسبة لإمداد الإسرائيل تصبح هنا أمام مأزق حقيقي بالنسبة لاستمراريتها وبالنسبة لوجودها وهذا ما أدعو إليه دائما أننا يجب أن نقنع الولايات المتحدة لا بالحديث وإنما بالفعل أن إسرائيل مكلفة له كثيرا وبالفعل أثناء الانتفاضة لكنها تؤدي خدمات أيضا في مقابل هذه التلفة حتى الآن تؤدي خدمات وما توفره للولايات المتحدة يفوق التكلفة لكننا لو جعلنا التكلفة تفوق ما تقدمه الولايات المتحدة لها كيف يمكن فعل هذا؟ الانتفاضة مثلا من هذه الأمثلة وقد حدث في انتفاضة الثمانينيات سبعة وثمانين أنه كان تطرح الإشكالية التالية إسرائيل المفروض فيها أنها تدافع عن الأمن الأمريكي في المنطقة إذا كانت قد فشلت في الدفاع عن أمنها هي شخصية فكيف يمكنها أن تدعي أنها قادرة على الدفاع عن المصالح الغربية والأمريكية فمثلا أن الصورتها الإعلامية كان بدأت في انتفاضة الثمانينيات أيضا بدأت تهتز بحيث أن كثير من اليهود بدأوا يبتعدوا عنها أذكر جيدا أنه كان عقد مؤتمر بين اليهود بعض مفاكرين اليهود ومفاكرين مسيحيين كان في الماضي الوافد اليهودي يصر دائما على أن قبول الدولة والإيمان بها جزء من التقبل اليهود نعم في هذه الدورة تنصلوا من الدولة تماما متى كانت؟ كانت في أواخر الثمانيات مع نهاية الانتفاضة وقد أوردتها في كتابي عن الانتفاضة وذكرت المصدر فيها معنى ذلك أن الانتفاضة لها تأثير سلبي واسع على الدولة اليهودية وعلى المعتقدات التي قامت عليها إسرائيل نعم فلو سمحت لي أستمر في الحديث عن صادر العنف نعم أنه مسألة أرضهم بلا شعب هذه هذا هو الإدراك وهو إدراك ليس يهوديا أو صهيونيا أو إسرائيليا وإنما هو استعماري غربي وينطبق على الجميع إلى جانب ذلك أن دائما المستعمرون يقومون دائما بإنكار عنصر التاريخ بمعنى أنهم حينما ينظرون إلى ما يسمونه أرض عزراء أنها لا تاريخ لها وأن البشر اللي فيها هؤلاء ليس لهم أي حقوق وينكروا أيضا الجغرافية أن هذه أرض يأخذها من يريد استمررا لهذا المفهوم مع دعوة اليهود إلى يهود العالم بأن يأتوا إلى أرض المعاد نسبة اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل أكبر بكثير من الذين على قناعة بالحياة في داخلها ما هو تفسيرك لهذه النقطة تحديدا لا سيما وأن معظم اليهود الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو غيرها هم الذين يسيطرون على الاقتصاد وعلى التقنيات وعلى الأمور الأساسية وعلى السياسة كذلك سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة كما أشرت أن العنف الصهيوني هو جزء من العنف الاستعماري الاستيطاني الإحلالي جوهر الاستيطاني الإحلالي هو نقل كتلة بشرية من الغرب وتوطنها خارج العالم الغربي اللي هو مثلا أمريكا الشمالية فلسطين موزنبيق وهكذا شهدت كلها تجارب استيطانية ما يتغير في جميع الحالات هو الدباجات كيف؟ فمثلا تم الاستيطان في جنوب أفريقيا باسم المسيحي تم الاستيطان في أستراليا باسم تفوق الإنسان الأبيض تم الاستيطان في أمريكا الشمالية باعتبارها أنها أرض عزراء منحها الله للبيوريتانيين اللي هم المستوطينين الأول تم في فلسطين باعتبار أن اليهود شعب مختار وأنه قد وعد هذا الأرض ما يتغير في جميع الحالات هو التبريرات وليس الفعل الاستيطاني نفسه الفعل الاستيطاني نفسه واحد في العكس كما بيانت أن التبريرات نفسها مشتركة سواء بأنه دي أرض عزراء أنه دي وجد تاريخ أن السكان متخلفين يستحقون الموت في الواقع بقى معظم الجيوب الاستيطانية هذه استخدمت تبريرات إنجيلية وهنا تلتقي الدباجات الصهيونية مع الدباجات البيضاء لدرجة أقول حقيقة طريفة أنه حينما كانوا يناقشون اللغة التي يجب أن تستخدم في الولايات المتحدة عند الاستقلال عند الاستقلال بعضهم اقترح العبرية باعتبار أن هذه أرض رغم أن عدد اليهود عند الاستقلال لم يتجاوز خمسة ألاف يهودي في الولايات المتحدة حسب كثير من الوقت لا ولم يكون لها موجود لكن رغم ذلك هي الرؤية الإنجيلية والتوراة جزء من الإنجيل للذات باعتباره هو كانوا يسمون أنفسهم عبرانيين يصعدون إلى أرض المعاد وأن السكان الأصليين هم كانعانيين يستحقون القتل كما فعل وهذه هي الرؤية الآن الصهيونية بالنسبة للعرب نعم دخل بقى على العنصر دباجات اليهودية التي ترى أن هناك فارق بين اليهود والأغيار أن اليهود شعب مختار هذا تحول أنه شعب متفوق عنصريا وهكذا كيف انظرون إلينا نحن العرب كيف تكونت هذه الرؤية الصهيونية التي تدفع الجندي الإسرائيلي إلى أن يقتل الطفل الأعزل بدم بارد ولا يشعر بأي شكل من أشكال الشعور بالذنب تجاه هذه الفعل هنا أحب أن أرى مقولات ثلاثة ثلاثة عناصر أنه ينظر للعربي أولا باعتباره متخلف ثم ينظر له باعتباره شخص هامشي لا علاقة له بهذه الأرض وأخيرا يرى العربي على أنه إنسان غير موجود يتم بناء هذه الأشياء في داخله من خلال المصادر الصهيونية ومن خلال التربية الطويلة في الكيو بوتس وغيرها من الأماكن يعني من خلال التربية الاستعمارية أيضا كل هذه العناصر تدخلت بحيث أنه بيعيش داخل الأدبيات الصهيونية والأدبيات الاستعمارية التي تجعل من الشعوب العالم الثالث وأفريقيا وأسيا شعوب لا وجودة لها لكن كما نرى أنها مرحلة صعودية تبدأ بالإنسان المتخلف وفي الوسط الإنسان الهمشي والآخر الإنسان العربي الذي لا وجودة له نضيف إلى هذا بقى عنصر هام أنه المستوطن الصهيوني مثل كل المستوطنين في حالة خوف وفزع دائم نسميه الهجز الأمني لأنه يعرف في أعماق أعماقه أنه سلب الأرض يعرف أن السكان الأصليين جلسين متربصين به يعرف أن هؤلاء السكان في يوم من الأيام سينهضون ضده ومن ثم هو دائما في حالة خوف والخوف بالمناسبة لا يولد الفرار بالعكس في البداية يولد وحشية أكثر وده اللي حصل في 47-48 يعني وأنا أطالع خلال الأيام الماضية كنت أصاب بشكل من أشكال الذهول حول الوحشية التي كان يقوم بها اليهود ضد الفلسطينيين 47-48 عمليات أنه يحرق الناس ويتلذذ وهو يشاهدهم ويحترقونهم أحياء عملية أن يأتي بمجموعة ويطلب منها أن تحفر قبورها ثم يقتلها ويطلب من الآخرين أريانا لمجسسهم يعني شيء بشع استخدم منهم في البداية كيف يكون عندهم الخوف وفي نفس الوقت يقومون بارتكاب هذه الأعمال الوحشية في الواقع الخوف هو أحد أسباب التي تصعد العمل الوحش لأنك حينما تخاف من إنسان فأنت تحاول بقدر إمكان القضاء عليه وتظل هذا هو الموقف إلى أن تكتشف أن القضاء عليه مستحيل حينها إذن تولي الأدبار بمعنى أنه وهذا حدث في الجزائر حدث في كل جيوب الاستوطنين تبدأ بمرحلة مقاومة شرسة من جانب المستوطنين ثم يولوا الأدبار بعد ذلك لكن الآن إحنا أمامنا خمسين سنة تقريبا من عمليات الإرهاب وعمليات العنف الدموي التي يقوم بها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين ألم تتغير الرؤية الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية على مدار الخمسين سنة من خلال مراحل التعامل المختلفة مع الفلسطينيين بين 48 و 67 هو نجح في خلق استعمار استيطاني إحلالي بمعنى أنه كالدولة يهودية خالصة موظم من فيها من اليهود توجد أقلية عربية مهمشة 67 تغير الوضع كثيرا كيف؟ أنه هو ضم كتلة سكانية ضخمة في الضفة الغربية وغزة ومن ثم تحول من استعمار استيطاني إحلالي إلى استعمار استيطاني من نوع الأبرتهايد أي التفرقة العنصرية مثل جنوب أفريقيا وهنا بدأ أول اشتباك بينه وبين الكتلة البشرية الفلسطينية اللي هي تصاعدت إلى أن وصلت للامتفاضة في 87 بالضبط وبعتقد أن الامتفاضة في 87 نجحت في شيء أنها قضت على المقولة الثالثة أن العربي غير موجود قضت عليها تماما ومن هنا قبوله أصله فأصله رغم كل ما عندنا من تحفظات عليها إلا أنها في نهاية الأمر تصدر المقولة أن العربي موجود وأنه من حقه بن قسين أن يكون له شكل من أشكال السيادة السلطة الفلسطينية كما يسمونها وأنه له حق في تنظيم نفسه الحق هنا بالمناسبة ينصرف إلى البشر وحسب وليس إلى الأرض بمعنى أن الأرض تظل هي جزء من التصور الإسرائيلي أما الفلسطينيين كما لو كانوا يفصلوا من الأرض هذه ويتصبح لهم سيادة محدودة على أنفسهم وعلى هذه الأرض انتفاضة الأقصى هذه بعتقد قضت على تصور 28 سبتمبر 2000 انتفاضة الأقصى التي يسمونها الآن أيضا انتفاضة الاستقلال ودي مسألة مهمة جدا كيف دكتور؟ بمعنى أنه المسألة ليست الأقصى وحسب وإنما هي مسألة أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقيم دولته المستقلة الحرة على أرض حرة تتطلب هذا فك المستوطرات يتطلب هذا أن العاصمة تكون القدس الشرقية تتطلب هذا أن هذه الدولة يكون لها علاقات مع بقية الشعب العربي هذا كلام ده لو أن السلطة هي التي أدت إلى اندلاع هذه الانتفاضة وهي التي تستثمر نتائجها لكن حتى استثمار نتائج كما يقول كثير من المؤرخين انتفاضة 87 لم تكن بالشكل الذي تمت به قبل يومين فقط نشر تحليل عن انتفاضة 87 وانتفاضة سبتمبر 2000 في انتفاضة 87 لم تقم بها السلطة الفلسطينية قام بها الشعب الفلسطيني هو الذي انتفاضه مع ذلك تم جنية الثمار من قبل السلطة من الخارج ولم تكن هذه طموحات الفلسطينيين الآن انتفاضة 2000 هذه أما يمكن أن يحدث فيها نفس الشيء على اعتبار أن الذين قموا بالانتفاضة يختلفون عن الذين الآن يفاوضون باسم الانتفاضة كل شيء ممكن طبعا في الواقع النمط الصهيوني في الالتفاف حول انتفاضات الشعب الفلسطيني العظيم هي دائما تأخذ هذا النمط أنه حينما يشعر الصهاينة أنه ليس بوسعهم التصدي للفلسطينيين يلتفون حولهم ويلجأون إما لقوة عظمى إما إلى حكومة عربية إما إلى كذا إلى كذا وتأتي هذه الحكومات أو يأتي القوة العظمى مثل أنجلترا تقول أنها ستقوم بمنع الهجرة ستقوم بكذا وكذا فيهدأ الشارع هذا ما حدث عام 1987 أعتقد أن إسرائيل ذهبت إلى مدريد وأسقطت مقولة العربي الغائب نتيجة لهذه الانتفاض فبمعنى أنها تركت أثر وأحرز الشعب الفلسطيني بعض الانتصارات هي دون المستوى كان يمكن توظيف الانتفاضة بشكل أحسن لكن هذا ما حدث ويجب علينا أن ننكر أنها مثلا الاعتراف بالفلسطينيين وأن لأول مرة دولة إسرائيل يصبح لها حدود دي مسألة جديدة أيضا ليس لها حدود يعني فعليا ليس لها حدود لا ليس لها دستور وليس لها حدود وهذه سأتي لك بالتفصيل فيها لكن أنت أشرت النقطة مهمة دكتور نحن أيضا نريد أن نفهمها على اعتبار أن الولايات المتحدة هي مقولة ثابتة منذ دعم الولايات المتحدة لقيام إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن وهو التزام الولايات المتحدة بما يسمى بأمن إسرائيل ومفهوم الأمن لدى الإسرائيليين واسمح لي أسمع منك تفصيل مفهوم الأمن الإسرائيلي باعتباره الشغل الشاغل للكيان الصهيوني والشغل الشاغل أيضا للممول الخارجي وهي الولايات المتحدة ما هو مفهوم الأمن لدى هؤلاء؟ أنا هنا في الموسوعة شعار الموسوعة هو هذه الصورة وهي عبارة عن معبد يهودي يأخذ شكل قلعة يسمى بالإنجليزية Fortress Synagogue بمعنى أنها المعبد القلعة هذه المعابد أو القلاع كانت توجد في أوكرانيا حيث كان يشكل اليهود جماعة استيطانية هناك وبالتالي كانت دائما في حالة حصار من الفلاحين وكانت هي دائما في حالة خوف وتواجه الفلاحين بعنف شديد إلى أن هبى الفلاحون في إحدى الانتفاضات وقضوا عليهم تماما وبالمناسبة ليست هذه هي التجربة الوحيدة لأنه يوجد في مكان أيضا في أمريكا اللاتينية كان أسس ما يشبه دولة استيطانية صغيرة اسمها يودين سافانا برضو تجمع العبيد الأفريقيين مع السكان الأصليين وانتفضوا وقضوا على هذا الجيب الاسريطاني إسرائيلي كان يهودي يهودي نعم في داخل المنظومة كانت الهولندية نعم الاستعمارية الهاجس الأمني موجود عند السكان الأصليين دائما عند السكان الاسريطانيين لأن السكان الأصليين دائما يجلسون وهم يعرفون في قرارة أنفسهم المستوطن يعرف في قرارة نفسه أن السكان الأصليين سهبون يوما ما يعني سيظل الإسرائيليين يعيشون الخوف والرعبة بشكل دائم وهذا يؤدي إلى مزيد من الشراسة يؤدي إلى أنه دائما يبحث عن أمن مطلق أمن من جميع النواحي وهذا مستحيل طيب العرب الآن وقعوا اتفاقات ويحاولوا يؤمنوا لهم أما مزيد من التنازلات العربية والتنازلات الفلسطينية اليومية فيما يتعلق بالأمن تحديدا حتى إن لو كل المسارات تعطلت يظل المسار الأمني مستمر بشكل أساسي أما يعطيهم هذا شيئا من الطمأنينة؟ كان بدأ يعطيهم شيئا من الطمأنينة ثم جاءت انتفاضة الأقصى وقضت عليه وكما قال وزير العدد يوسف بيلين أن حتى لو عدنا المفاوضات مرة أخرى فهذا الكابوس سيطرق جرحا غائرا في نفوسنا فأنا أعتقد أن أتفق مع وسيل العدد الإسرائيلي في هذا الأمن الإسرائيلي كان حتى عام 73 كان مبني على فكرة بسيطة أن هناك شيء يسمى الحدود الأمنة بمعنى أنه لو أخذنا حواجز مائية وجبال وأرض معينة نصل الحدود الأمنة جغرافيا فنجلس إلى أن كما قال ديان نحن في انتظار مكالمة تليفونية من القاهرة انتظروا كثيرا وفي عام 73 جاءتهم مكالمة من نوع آخر أن القوات المصرية والقوات السورية أثبتت أنه بمرور الوقت يمكن أن نحسن كفاءتنا ونقضي على خط برليف وأنه لاحظ خط برليف كان يشبه المعبد القلعة أيضا يعني يتحسن داخله ويجلس فقضينا عليه فأدرك أنه لا يمكن إلغاء التاريخ ولا يمكن الاعتماد على الجغرافيا في كل اتفاقات بين العرب وإسرائيلي بنجد أن الأمن هو عنصر أساسي فيها أعتقد انتفاضة الأقصى جعلت أن الإسرائيليين من الأنفى صاعد يتوقعون هدى مؤقتة لا أكثر ولا أقل إلى متى؟ إلى أن يقضي عليهم العرب يعني أنت تؤمن بعملية القضاء على إسرائيل بأنها آتية لمحالة؟ طيب يعني ابتداء سأقول نعم لكن هذا سيتم ليس مباشرة وإنما على مراحل أنا أعتقد لأن عندنا دول الفرينجا والإسرائيليون يدرسون دول الممالك الصليبية كما يسمونها جيدا ويعرفون أن هناك ديناميات معينة داخل التاريخ العربي والإسلامي أدت في نهاية الأمر إلى القضاء عليهم وهم أيضا ينظرون إلى كل الجيوب الاستيطانية الأخرى ويدرسونها بكفاءة بمعنى أنهم يعرفون تماما أن جميع الجيوب الاستيطانية التي لم تقضي على السكان الأصليين ولم تقضي بإبادتهم قضي عليها بالفشك وهم الآن في مرحلة لا يستطيعون القضاء فيها على السكان الأصليين اللي هم الفلسطينيين حتى إن سكان 48 يشكلون مأزقا كبيرا بالنسبة لهم كانوا 150 ألف 48 الأنصر مليون وربع المليون يشكلون شوكة في خسرة الإسرائيليين نعم بمعنى أن الإسرائيليين يواجهون كما عربيا وكيفا عربيا أن الإنسان الفلسطيني يحسن كفاءاته باستمرار وتنظيمه وأدرك مثلا الموازنة الدولية أدرك الإعلام أدرك كيفية التحدث بالخطاب الناعم الذي كان الصهائين يستخدمونه من قبل يعني تحسن الأداء كان على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي وكما قال أرنون سفير وهو أستاذ جغرافيا في جامعة الإبريا قال سيهزمنا الفلسطينيون في غرفة النومي وفي مدرجات الجامعات ويطلقون على المرأة الفلسطينية القنبيلة البيولوجية من خلال نسبة الموليد المرتفعة وده على فكرة بالمناسبة دي مسألة قديمة من الثلاثينيات معدلات الإنجاب بين الفلسطينيين دائما كانت من أعلى المعدلات في العالم على عكس بقى اليهود وعلى عكس الإسرائيليين يعني أقل الإناث خصوبة في العالم الآن هي المرأة اليهودية في الولايات المتحدة أنا لدي محاور كثيرة لكن لدي مشاهدين منذ بداية الحلقة وأريد أن أتأخر عليهم آملا من الإخوة المشاهدين اختصار مداخلتهم وطرح أسئلتهم بشكل مباشر لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن لا سيما وأنا لدي رسائل كثيرة على الفاكست عبد الرحمن الشويعير من السعودية تفضل أخي عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحيي الدكتور عبد الوهاب الأستاذ أحمد حياك الله أتكلم من المدينة المنورة التي طهرها الله سبحانه وتعالى على يد الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء القوم السؤال للدكتور عبد الوهاب هناك حادثة وقعت سنة 1840 في حارة اليهود في دمشق وكان الضحية الراهب البادري تومى البادري وكان قتله على يد الحاخام داود هرري وهذه الحادثة من الغرابة بحيث أنهما عندما التقي في الحارة وكان مع الحاخام داود مجموعة من الحاخامات كانوا يعرفون الصداقة القديمة بين الراهب تومى الهرري والحاخام داود حتى كانوا إذا تعانق تختلط دموعهما بعد قليل أخذ الراهب تومى البادري وقتل قتل شنيعة وقطع لحمه وقطع بالصطور وكانوا يرقصون ويتمتعون وهو يتألم وهذه الحادثة معروفة ومشهورة جداً ما هو مصدرها ما هو مصدرها يا أخي عبد مصدرها وثائق في الدم لفطير صهيون للأستاذ نجيب الكيلاني طيب السؤال إذن السؤال هل صحيح أن محمد علي باشا أمر بإخراج هؤلاء اليهود بعد أن تحركت جميع السفرات الأوروبية في العالم في ذلك الوقت وهل باب الفاتيكان يعلم بهذه الحادثة بعد أن برأ يهود من دم ما يزعمون أنه صلب عيسى بن مريم عليه السلام فما مصير هذا الملف هل النصارى في العالم يعرفون قضية قتل ثوم البادر بهذه الطريقة الشنيعة وأخذ لحمه وألقي في مصارف المياه القذرة أريد الإجابة من الدكتور شكرا لك سمير معاس من الجزائر أخ سمير هلو تفضل يا سيدي مساء الخير مساء الله بالخير عندي تعقيب بين إذا ممكن بإجاز لو سمحت تفضل الأول إن كل ما يوجد في إسرائيل هو صهيوني وليس يهودي وهذا غير مختلف عليه والثاني والثاني التعقيب الثاني هو أن هذا الصهينا قد ورثوا تقاليد السياسة من اليهود وهم يستعملونها الآن ويمكن جرنا إلى مئات سينين من التفاوض وسؤالي الأخير هل جرد الماضي وحكايات الماضي وتاريخ الماضي هو وسيلة لإيجاد نقاط الضعف أم هو وسيلة لتغطية ووضع سيطار على الشلل أو شلل النظام العربي وشكرا شكرا لك دكتور زهير عمرين من السعودية تفضل يا دكتور دكتور زهير معنا نعم تفضل يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم في البداية تحية خاصة للمفكر الكبير الأستاذ الدكتور عبدالوهاب المسيري وتحية شكر وتقدير للأستاذ أحمد منصور شكرا لك على هذا البرنامج الجاد شكرا واستضافته لأستاذنا الكبير الدكتور المسيري السؤالي هو هناك قناعة بين الأوساط التقامة العربية بسيطرة النخبة اليهودية في الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص على مصادر القرار السياسي في هذه الدول فبحب أسمع رأيك شكرا جزيلا نبدأ بالسؤال الأخير يا دكتور أنا بعتقد أنه والسؤال واضح أنه هنا التصور أنه القرار الأمريكي قرار غير عقلاني بسبب ضغوط اليهودية أنا مرة طرحت السؤال التالي على السناتور جيمس بورزق قلت لو اختفى اليهود من العالم واختفت إسرائيل هل هذا سيغير من سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في العالم بمعنى أن الولايات المتحدة ستقنع مثلا بسعر للبترول معقول لأنه سعر البترول حتى الآن هو من أقل الأسعار على الإطلاق نعم لو أخذنا برايس إنديكس اللي هو فيهرس أو متوسط الأسعار من 50 حتى الآن نجد أنه هو أرخص السلع على الإطلاق هل ستتعاون حكومة الولايات المتحدة مع الحكومات التي تحاول السيطرة على مصادرها الطبيعية والإنسانية وتحاول النهوض كمجتمع حديث كانت إجاباته غريبة قال أنه لا يتخير العالم بدون يهود وبدون إسرائيل أي أنه فر من الإجابة لأن الإجابة في تصوري أنها لن تتغير السياسة بمعنى أنه في منتصف القاملة 19 تحددت الاستراتيجية الغربية ستراتيجية غريبة كانت أنه تقسيم العالم العربي تقسيم الدولة الشعوب الإسلامية من خلال القضاء على الدولة الوثمانية نعم وهذا القرار تخذ قبل ظهور اليهود كفاعلين أساسيين في السياسة الدولية لكن من المعروف يا دكتور أن المخططات العامة بتطرق عليها عمليات تطوير ومؤثرات مختلفة من آن لآخر ويعني احنا استضفنا في هذا البرنامج المؤرخ اليهودي نورمان فانكريشتاين وقال أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل إلى العام سبع وستين لم تكن أخذت شكل الدعم القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة الآن تجاه إسرائيل بعد سبع وستين على اعتبار أن انتصار الإسرائيليين على العرب في سبع وستين أعطى شكل جديد من أشكال الاستعمار الذي يمكن أن يفيد المصالح الأمريكية في نفس الوقت السياسة الأمريكية في كل السياسات في كل دول العالم تخضع بمؤثرات النخبة التي تستطيع أن تؤثر في القرار فإحنا لا نستطيع أن نغفل التأثير اليهودي الموجود في القرار القرارات الآخر بتصنع كيف يصنع القرار اليهود بيتفننوا في كيفية الوصول إلى التأثير في صناعة القرار هي دي النقطة لا نقول أن اليهود هم الذين يتخذون القرار ولكن على الأقل يؤثرون في اتخاذ القرار لما وزيرة خارجية الأمريكية يهودية وزيرة الدفاع يهودي وإحنا نعرف أن الانتماء اليهودي بالنسبة لهؤلاء الناس انتماء أساسي وهم يتصابقون لخدمة إسرائيل كيف نغفل هذا دكتور وحنا بنتابع السياسة الأمريكية أنا دائما أفضل أن أرى الحقائق داخل أن مات لأنك لو رأيت الحقيقة في حد ذاتها المعلومة لا تفهم شيئا فنسأل ما يلي هل تدخلت الولايات المتحدة في فيتنام بكل هذه الشراسة بسبب اللوبي الفيتنامي هل حينما قررت الولايات المتحدة اغتيال ألندي حاكم شيلي الذي انتخب ديمقراطيا وقاموا باغتياله كما هو معروف وعينوا الجزار بينه شيء ما كان هل كان هناك لوبي شيلي في الولايات المتحدة يدعم هذا الفرق هنا دكتور واضح لسبب رئيسي الولايات المتحدة الآن تعتبر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي لها يعني تلعب في معظم المناطق على مستوى العالم لكن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للسياسة الأمريكية وبالنسبة للسياسة العالمية بيعتبرها قلب العالم وباعتبر وجود إسرائيل فيها وباعتبر ما يحدث في المنطقة وباعتبر النفط وباعتبرات أخرى كثيرة للغاية بتعتبر هي محور رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية لا يمكن أن تنظر الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بدون إسرائيل ولا يمكن للسياسات التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه المنطقة أن تقلوا من تأثير اللوب اليهودي الذي يعمل أيضاً لمصلحة إسرائيل. إغفال هذا نقطة مهمة. أنت هنا بتقرر حقيقة دون أن تضحها في داخل نمط. أنا بضحها في داخل نمط. النمط هو أن الولايات المتحدة لها مصالح استراتيجية. كما عرفتها هي. بالمناسبة تعريف المصلحة الاستراتيجية ده شيء غير موضوعي بالمرة. يعني بمعنى أن هو شيء ذاتي. يعني لما روسيا تقرر أن مصلحتها الاستراتيجية هي إبادة الشعب الشيشاني. لا يمكن مناقشة هذا القرار عقلنياً. فالنمط السائد في الولايات المتحدة في الاستراتيجية الغربية ككل هو أنه يجب أن تكون هذه المنطقة مقسمة. أن يجب أن يكون العالم الإسلامي مقسم. أن أي اتجاه نحو توحيد هذه المنطقة يشكل مشكلة بالنسبة للعالم الغربي. ما المانع أن هناك التقاء ما بين المصالح اليهودية وما بين المصالح الأمريكية يؤدي إلى شكل من أشكال التحالف الموجود في تلك المرحلة. والذين يتابعون المجتمع الأمريكي من الداخل يدركون غضب الأمريكان على النفوذ اليهودي الواسع في مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد في الولايات المتحدة. وأنهم يسعون للتأثير في السياسة الأمريكية. بما يخدم المصالح اليهودية أكثر من خدمة الشعب الأمريكي نفسه. أليست هذه قراءة موجودة على الواقع أيضاً؟ أنت تفترض أن هناك مصالح يهودية مستقلة. الرأس المالي اليهودي هو جزء من الرأس المالية الغربي. نعم. الموظف وزارة الخارجية الأمريكية جزء من الوزارة. يعني أنا نشبه وجود اليهود داخل المجتمع الأمريكي مثل موظف داخل المؤسسة. يتم ترفيع هذا الموظف طالما أنه يخدم المؤسسة بكفاءة. إن حاد عن ذلك يتم فصله. يعني أنت يا دكتور عايزنا الآن نغفل كل ما يحدث بالنسبة للانتخابات الأمريكية. وإحنا الآن بنتابعها. وبنتابع تأثير اللو باليهودي. والصوت اليهودي. والمصالح اليهودية. حتى إن اضطرت زوجة الرئيس الأمريكا إلى أن ترد تبرعات المسلمين حتى لا يتهمها اليهود بالانحياز لهم. يعني هل نغفل كل هذا وإحنا بنتابع واقع يومي؟ ولا نستطيع أن نقول بأن هناك اللو بيهودي يؤثر في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة وتجاه هذا. هو يؤثر في سياسة الولايات المتحدة بمقدار دخوله دخل استراتيجي. وأنا أتحدى أنه في أي لحظة حدث تناقض بين المصالح إسرائيل و المصالح الأمريكية وغلبت المصالح الإسرائيلية على المصالح الأمريكية. حتى الآن فهم ما قولت هل إسرائيل تخدم الولايات المتحدة؟ بأن الولايات المتحدة تخدم إسرائيل العلاقة معقدة الآن وصارت متدخلة للغاية. وكثير من المهتمين بالحركة الصيونية عجزوا عن تفسير أي الأثنين يخدم الآخر؟ يعني أنت لما تشوف علاقة مثلا دخول إلى دولة زي جيبوتي مع كل احترام في تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة. من سيكون صاحب القرار؟ فحينما تدخل الولايات المتحدة في تحالف استراتيجي مع إسرائيل في نهاية الأمر White of them لكن هناك لابي ليس عادي لننساه لا가락 لابي جيبوتي قوي يسيطر على الاقتصاد ومتدخل في السياسة الأمريكية. لكن هناك لابي يهودي قوي يسيطر على الاقتصاد ومتدخل في بنية السياسة الأمريكية وفي بنية الإدارة الأمريكية نفسها. لكن تظل الاستراتيجية الأمريكية المعاولة الأساسي. وهذا ما قاله المتحدث باسم الحكومة التركية حينما كان دوكاكس في الانتخابات. دوكاكس من أصل يوناني. فسؤل هل لو نجح دوكاكس أي وجود رئيس جمهورية من أصل يوناني ألا يخيف تركيا فقال لا. لأن الولايات المتحدة لها مصالح استراتيجية. وهذا ما حدث. حينما بدأ الكونجرس يتحدث عن الإبادة التركية للأرمن. وهددت تركيا بعقاب الولايات المتحدة على ذلك. تم على الفور شطبها من الكونجرس. فالمشكلة هنا مشكلة أن إسرائيل حتى الآن بتخدم المصالح الأمريكية بكفاءة عالية. والولايات المتحدة مستفيدة من ذلك. وكما يقول دائما المتحدثون للإسرائيليون أن تكلفة الأمن القومي في بوحود البحر المتوسط والعالم العربي. أمن القومي الأمريكي. بدون إسرائيل كان سيكلف خمسين بليون دولار. لأنها كانت ستحتاج لمجموعة من حاملات الطائرات وحاملات الجنود غير الخسائر المعنوية. إسرائيل بتكلفة الولايات المتحدة عشر بليون فقط. فضحك مارلا شارون وقال وأين الفرق؟ بمعنى أنه فيه أربعين بليون. أنا عايزهم كبيرا. ولذلك أنا دائما أقول أريد ممن يقولون عن قوة اللوبي الصهيوني أن يبينوا لحظة حدث فيها تعارض بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية وتغلبت المصالح الإسرائيلية عن المصالح الأمريكية. لا يمكن أن ننكر أن هناك لوبي يهودي لأنه في نهاية الأمر الولايات المتحدة يسمونها ديمقراطية جماعات الضغط في جماعات الضغط في دور السلاح وكل شيء. الشواز الجنسيا دلوقتي بقى أقوى لوبي في الواقع في الولايات المتحدة. أقوى من لوبي اليهودي ومن كلهم. فلابد أن يكون لهم أثر. والصوت اليهودي مثلا في مدينة زي نيويورك أو في ولاية زي نيويورك لأنهم متعلمين ونشطين سياسيا وكده أحيانا بيصل رغم أنهما لا يشكلون مثلا 10% يصل إلى 40% من عدد الناخبين. لأنهما اللي بروحوا بصوتهم الفزنة. فكل هذه عناصر لابدنا أن نقذف الاعتبار ولابد أن نتحدث عنها وأن نتوجه للرأي العام الأمريكي أن نفهمه كل ذلك. لكن يظل الاستراتيجية الأساسية هي الاستراتيجية الأمريكية التي لا يمكن لأحد أن يحيد عنها. وعندنا مثل جوناثان بولارد. جوناثان بولارد هو الجسوس الصهيوني. حاول جميع رؤساء وزراء. ولا زالوا يحاولون. لا يزال. لا يزال. لا يزال. لا يزال معلومة على فكرة ظهرت في الصحف الإسرائيلية ولم تظهر في أي صحف على الإطلاق. أنه حينما قبض على جوناثان بولارد كل موظفي الوزارة الخارجية الأمريكية من أصل يهودي أخذ منهم تصريح الأمني. طيب الآن فضيحة السفير الأمريكي في إسرائيل. إيه عندك نعم. هذي أيضا كيف يسحب منه التصريح ثم يعاد إليه؟ هناك آخرين يقولون أيضا أن تأثير اللوب اليهودية في المسألة. اسمح لي حتى لأخر المشاهدين كثيرا. وهذه مسألة جدلية أيضا دكتور لأن توجهة نظرك فيها يختلف معك الكثيرين. أنا لا أنكر تأثير اللوب اليهودية كما قلت أنها ديمقراطية لجماعات الضغط. وأنها أقلية منظمة جدا ويجب على العرب في أمريكا وقد بلغ المسلمين بلغ أكثر من عشر مليون أن يتعلموا منهم كيفية التنظيم وإلخ وأن يؤثروا في الانتقابات. كل هذا هم من الغاية. لكن هنا هي مسألة الكل والجزء. لماذا السياسة الأمريكية تدعم إسرائيل رغم أنك قلت بأن جمع هؤلاء بالنسبة إذا إحنا الآن هنأخذ بالمقولة أن الاستراتيجية الغربية تجاه المنطقة واضحة منذ منتصف قرن التاسع عشر. وهم جاءوا باليهود إلى المنطقة من أجل إما تنصرهم أو التخلص منهم. لماذا يدعمونهم ويقوونهم في موجهة العرب؟ الموقف الغربي ووضع الاستراتيجية علمانيون. لا علاقة لهم لا بالمسيحية ولا بالصهيونية. علمانيون يريدون استخدام توظيف العالم كله. العالم بالنسبة للإمبريالي. العلماني هو عبارة عن مادة تستخدم. زي ما كان يأخذ الأفريقي الأسود إلى أمريكا ويبيد الملايين وهكذا. كله عبارة عن مادة استعمالية. نفس الشيء ينطبق على اليهود وينطبق على الفلسطينيين وينطبق على الشعوب الإسلامية والشعوب العربية. فهذا هو كان الحجر الأساسي في عملية نقل هؤلاء المستوطنين. بعد ذلك بدأت تظهر الصهيونية المسيحية. هي كانت هامشية للغاية في الخطاب السياسي الغربي. بعد الستينيات بدأت تقوى. المؤسسة الأمريكية لا يوجد عندها أي مانع على الإطلاق. في توظيف هؤلاء. في عملية تحسين صورة إسرائيل. دعم إسرائيل لأنه في نهاية الأمر المواطن الأمريكي سيسأل. إيه العشرة بليون هذه. فهي تستخدم هؤلاء في عملية دعم إسرائيل. تماماً بالمناسبة أنا بعتقد مسائل بنوك السويسرية والتعويضات لليهود وهكذا. هي محاولة من داخل أمريكا لتمويل الجيب الصهيوني من خلال هؤلاء. يعني هي الولايات المتحدة لا تكترث البتة. كما قال فينكلشتاين في كتابه لا تكترث باليهود أو بالهولوكوست. في الواقع أثار قضية طريفة جداً. أن هناك ودائع. هناك أموال يهودية في البنوك الأمريكية. كان لابد أن ترد الأصحاب بها لكنها أهملت تماماً خلال هذه الدعاية. لكن التركيز على سويسرا على النمسا. على ابتزاز أوروبا حتى تمويل الجيب الصهيوني. فالقضية هنا أنه تم بعث أو استخدام جزء من الأسطورة المسيحية الاسترجاعية. الاستوريشانست كما تسمى. لكن لا تحب أبداً المؤسسة الإمبريالية العلمانية. أنها تجعل الصهائينا المسيحيين هم الذين يسيطرون تماماً على القرار. سعيد أحمد يقول لك من خلال دراستك يريد جواب صريحة. هل المسونية علاقة باليهودية والصهيونية؟ وما هي وظيفة الحركة المسونية؟ المسونية عدة حركات وليست حركة واحدة. هناك حركات معادية لليهود. هناك حركات تضم اليهود وهكذا. أنا أعتقد أن المسونية هي نوع من أنواع الإلحاد ممن يخاف الإلحاد. يعني فهنا أن الإنسان اللي عنده عقيدة دينية ويود أن ينتقل إلى معصفة الإلحاد يخاف من هذا فالمسونية بتزوده بنوع من أنواع الإلحاد له رموز دينية. ومن هنا ينضم لها كثير من اليهود لأن كثير من اليهود يفقدون عقيداتهم الآن. بمعنى أن معدلات العلمنة بين اليهود من أعلى المعدلات في العالم على الإطلاق. ولذلك نجد أن اليهودية الأرثوذكسية تحرم الانضمام للمسونية. في نفس السؤال خالد عوضنا شواء من اليمن يقول لك ما مدى تواغل المسونية في العالم العربي طالما السؤال عن المسونية؟ يوجد كما قلت هناك حركات مسونية كثيرة. فمثلا بعض زعماء تحرر زي جمال الدين الأفغانية أو هكذا. فانضموا لجماعات مسونية إيطالية وفرنسية في مصر لأن الجماعات المسونية الإيطالية والفرنسية كانت معادية للاستعمار الإنجليزي. وكان من حقهم بعتبارهم أجانب عقد اجتماعات سياسية. فكان بعض زعماء التحرر حتى يمكنهم عقد هذه الاجتماعات ينضمون للمحافر المسونية. وكثيرون منهم كانوا يستقلونها. بعد ذلك كثيرون منهم انضموا لهم وهم لا يعرفون مغزاها على الإطلاق. لكن هناك بالمناسبة بعض الدول العربية لن أسميها يبدو أن يوجد لوبي مسوني قوي. هذا اللوبي هو عبارة عن لوبي مصالح أساسا مجموعة من الحرفيين والمهنيين والوزراء السابقين وهكذا يكونوا لوبي مصالح. فمثلا في إنجلترا منذ عام وده كان شيء مدهش وإلى حد كبير الحكومة البريطانية طلبت من أي شرطي أو قاضي عضو في المحافر المسونية أن يعلن عن ذلك. أنا لا أعتقد أن الحكومة البريطانية كانت تظن أن هناك مؤامرة مسونية وإنما رأت أن هناك جماعة مصالح داخل هذه الهيئات تخدم مصالح أعضائها دون خدمة المؤسسة ككل. أنت أشرت لنقطة هامة الآن وهي أن نسبة العلمانة لدى اليهود بتعتبر من أعلى النسب في العالم. الآن قبل عدة أسابيع أعلن باراك عن ثورة علمانية في إسرائيل. أليست إسرائيل مجتمعا دينيا توراتيا وحديث باراك عن علمانة الدولة يصطدم بالطيارات الدينية اليمينية المتطرفة هناك؟ هو يصطدم بالطيارات ليس اليمينية وإنما الدينية لأن هناك طيار يميني متطرف علماني. أقصد اليمين الديني هنا. أه اليمين الديني. نعم يصطدم بها لكن بيتظل الأغلبية العظمى في المجتمع الإسرائيلي أغلبية علمانية. وزادت مع الهجرة السوفيتية. أعتقد أن الهجرة السوفيتية كان الهدف منها زيادة عدد العلمانيين من الأشكناز. وبالتالي يمكنه ضرب العرب، ضرب السفرد وضرب الدينيين داخل المجتمع عن طريق نقل بلد. كأنك هنا تشير إلى أن عملية الهجرة فيها بعد غير عقائده وغير توراتي لدى الجماعات اليهودية التي هجرت إلى إسرائيل. هم لا يؤمنونها باليهودية. يعني مثلا 30-40% منهم غير يهود أساسا. ومن جاءوا فيهم لا تنسى أنه بعد 70 عاما من الدعاية الإلحادية القوية في الانتحاد السوفيتي. فقد هؤلاء كل علاقة لهم بالعقيدة اليهودية. لكن إذا وفعهم للهجرة إلى إسرائيل؟ إذا أسقط العنصر التوراتي العقائدي بالدرجة الأولى؟ البحث عن الرزق. طب هما اليهودين في إسرائيل هل من السجاجة أن يقبلوا هؤلاء وهم غير يهود في مجتمع يهودي قائم على العرقية واليهودية بالدرجة الأساسية؟ المؤسسة الأشكنازية وجدت أن هذا مفيد لمصالحها. ومن ثم شجعتهم على الهجرة لأن المؤسسة الحخامية كانت دائما تحاول أن تبين أن أعدادا كبيرة منهم غير يهود أو كما قال أحد الحخامات. بعض هؤلاء كل علاقتهم باليهودية أن له جد يهودي دفن في موسكا مع الهجرة السوفيتية ومع ديناميات كل المجتمعات الاستيطانية الإحلالية بالمناسبة لأن من يأتي يترك وطنه ويهاجر هو عادة يبحث عن الحراكة الاجتماعية. نونة نقطة مهمة دكتور أساسية أسألك فيها حول زيادة نسبة اليهود الذين يقيمون خارج الدولة عن الذين يقيمون داخلها حتى الآن. وأسمع الإجابة بعد مجرس قصير للأنباء. ومشانك رام نعود إليكم بعد مجرس قصير للأنباء لمتابعة هذا الحوار. تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود ضيفنا هو المؤرخ الدكتور عبدالوهاب المسيري صاحب موسوعات اليهود واليهودية والصيونية. دكتور أنت أشرت لنقطة هامة أن نسبة عالية من اليهود الذين يهجرون إلى إسرائيل بغرض الرزق. وسألتك سؤالا لتفسير أن نسبة اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل أكثر ممن يعيشون داخلها في الوقت الذي ينظر فيه اليهود أو يتحدثون عن إسرائيل على أنها أرض الميعاد. فلماذا لم يهاجر هؤلاء أيضا إلى أرض الميعاد؟ أنا في الموسوعة ذكرت أن يوجد نوعان من الصهيونية صهيونيتان. واحدة تسمى صهيونية استطانية والأخرى صهيونية توطينية. الاستطانية هي أن يهاجر اليهود بنفسه إلى إسرائيل واستوطن فيها أو إلى فلسطين. أما التوطنية فيها أن يدفع أحد اليهود نقود للمنظمة الصهيونية في توطن يهودي أخر. عبر التاريخ الصهيونية. الصهيونية الاستطانية كانت من شرق أوروبا والتوطنية من غرب أوروبا وولايات المتحدة. لما؟ لأن في غرب أوروبا وولايات المتحدة اليهود هناك كان وضعهم مستقرا آمنا حققوا حراك اجتماعي ومواقع طبقية جيدة للغاية. ولذلك لا يهاجرون. مما يدل على أن الدفع الأساسي للهجرة ليس التطلع إلى أرض الميعاد وإنما هو البحث عن الرزق. وأكبر دليل على هذا أن أهم مؤرخ صهيوني في القرن العشرين واحد وعشرين هاورد ساخر أظهر نشر كتابا يسمى الدياسبرا أي الشتات. لا توجد فيه فصول عن أمريكا أو كندا. كما لو كان أمريكا أو كندا وطن قومي آخر. الوطن القومي بطبيعته واحد فقط. لكن هنا الخطاب الصهيوني كما لو كان مهيمن لك رغم ذلك يهود العالم يودون التملص منه. ففي نهاية الأمر أكبر دليل على فشل الصهيونية وعلى كذب إدعاءتها أن غالبية يهود العالم لا تزال توجد خارج فلسطين المحتلة وليس داخلها. دكتور رفعة مصطفى من حلب من سوريا أعادنا إلى السؤال الذي سأله عبد الرحمن الشويعر حول الحديث التي وقعت 1948 في حرط اليهود. ويقول أن حادثة مقتل الأب تومى في دمشق مصدرها وثائق وزارة الخارجين المساوية الفرنسية والتركية. وله بحث يذكر فيه بأنه قتل أكثر من أربعمائة مسيحي منهم الأب تومى. وذلك من أجل فطير صهيون. ويقول لي أن أنتبه لنفسي شكرا لك على هذا. دكتور السؤال ده مهم جدا فيما يتعلق بموضوع دم اليهود أو الدم لفطير صهيون كما يقال. طب أولا نحن نتكلم عن راهب ربعمائة مسيحي. طيب نتكلم عن ألاف الفلسطينيين الذين ندبحوا. لأن المسألة هو أن نكشف وجه الصهيونية الحقيقي. فهناك ألاف من الفلسطينيين قد قتلوا. ومن ثم لأن هذه واقعة في الواقع يوجد على متسفهام كثيرة. يعني إحدى التفسيرات أن في الواقع فرنسا هي التي هيجت هذا الأمر ضد الاستعمار الإنجليزي. بمعنى أنه عين من أنواع الاستعمار يتشجران. ويبدو أن الأدلة لم تكن قاطعة. وأكبر دليل على هذا أن الخليفة العثماني نفسه جعل عقوبة تهمة الدم كفارية. عقوبة الإعدام. إنه ضروري اللي يتهم اليهودي بأنه خبز الفطير من دم أحد الضحايا وكذا. عليها أن يثبت ذلك. وإلا فإنه يعاقب بالإعدام. فهنا نحن أمامها وقع مشكوك فيها. مشكوك في دوافعها. فلما نستند إليها. تماما كما نستند إلى بروتوكولات حكماء الصهيون. التي توجد شكوك كثيرة حولها. بينما هناك من المذابح الصهيونية ما هو أكثر منها يعني. زي كما يقولون إن اليهود هم قتلت الأنبياء. يعني إن استخدمت هذه العبارة. أولا لا يوجد أنبياء الآن. فهل هذا يعني أنهم لا يقتلون؟ لا. هم لا يقتلون الأنبياء. وإنما يقتلون كل ما يأتي بطريقهم. ويجب أن نؤسس دعايتنا ضد الصهيونة ومحاولة كشفهم. على ما يحدث في أرض الواقع الآن. وهو محاولة إبادة الشعب الفلسطيني. طرده من وطنه. أو وضعه تحت هيمنة صهيونية قذرة للغاية. في إخضامنا الإعلامي نلجأ لمثل هذه الأمور. يعني مذبحة قانا هذه. الشباب الذي يذبح يوميا. إحنا ما تقابل هذا بعبارة مثل قتلة الأنبياء. عبارة تاريخية قد يؤمن بها البعض وهكذا. هي موجودة في القرآن. لكن النقطة الأساسية التي تشير لها الآن فعلا. لما نهرب من الواقع الذي نعيشه والذي يراه العالم كله عبر شاشات التلفزة. ونستند إلى بعض الأقويل مثل قتل الأب فلان وقتل علان. وأمامنا شواهد نستطيع أن نريها إلى الناس. ليست بحاجة إلى أن نأتي بأدلة تاريخية أو وثائق يتم. من ذبح الأسرة المصريين ولذلك من الأشياء الجيدة في مؤتمر القمة الأخير. وهو حديث عن لجنة لمتابعة وملاحقة جرائم الحرب الصهيونية ضد العرح. دي مسألة أساسية. كان وثائق وثيرة من قليل قضية التلمون. أنه جاء في التلمون كذا وكذا. نعم نعم. أولا في دراسة للدكتور أسعد رزوق وهي من أحسن الدراسات عن التلمون. يبين أن التلمون مليء بكل شيء. بالشيء وعكسه. وفيه أشياء طريفة جدا. ما هو التلمون أصلا؟ التلمون هو تفسيرات وتعليقات حخامات اليهود على التوراة. يعني هي جمعت على مدار مئات السنين. آه. يتصل إلى ألف عام تقريبا. وبالتدريج حل التلمون محل التوراة في الأهمية. لكن التلمون هذا أولى مكون من 17 مجلد. وأتحدى أي حد في العالم العربي يكون قد قرأه. في الواقع عدد اليهود اللي قرأ التلمون هذا يعد على الأصابع. أهم مؤر فيلسوف ديني يهودي مارتين بوبر لم تقع عيناه على التلمون إلا في عيد ميلاده الستين. ولا نعرف هل قرأه أم لا. إلى جانب أن الكلام عن التلمون والتوراة ومحاولة تفسير سلوك اليهود في الوقت الحاضر. بيفترض أن اليهود يؤمنون بهذا وغالبيتهم الصحيحة لا تؤمن. ثانيا من يؤمن منهم هل سلوك الإنسان بتضبطه كتب المقدسة؟ أنا الحقيقة التفسيرات الآن هذه بتدفعنا للوقوف أمام سؤال شائك. وقد يفجر قنبلة في تفكير الناس تجاه اليهود الآن. إذا كانت هذه دولة علمانية وإذا كان الذين يهاجرون إلى إسرائيل النسبة العالية منهم كما تشير الدلائل يهاجرون بغرض الرزق وغرض البحث عن فرص عمل. أكثر مما هي أرض المعاد بالنسبة لبعضهم. وإن كانت جماعات يامنية متطرفة تعتقد هذا الاعتقاد. وإذا أنت أشرت يا دكتور في الأول إلا أن كل الدراسات قائمة بالنسبة لليهود على عدم الهجرة إلى إسرائيل باعتبارها نهاية اليهود. هل معنى ذلك أن هؤلاء اليهود لا يبنى عليهم أنهم هم اليهود الذين سيأتون في آخر الزمان. والذين يمكن أن يحدث بينهم وبين المسلمين صراع. وأن المسيح هو الذي سيقود الجيش الذي سيقضي على هؤلاء. وأن هؤلاء يمكن أن يمثلوا مرحلة من مراحل دورات التاريخ والصراع بين المسلمين وأعدائهم. تماما كما حدث بالنسبة للصليبيين قبل عدة قروم بالنسبة للقدس. وأسمح لي أسمع الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهد الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير. فالقام معنا. أهلا بكم من جديد. كثيرون أرسلوا رسائل عبر الفاكس يسألون عن كافية الحصول على الموسوعة. ولأننا لسنا بغرض الدعاية إلا أن ناشر الموسوعة هي دار الشروق في مصر للإخوة الكثيرين الذين يسألون عن كافية الحصول عن موسعة الدكتور المسيري. دكتور السؤال الهام الذي طرحته عليك والذي يمكن أن يشكل في تفسيراته المختلفة. أيضا إذا أنت قلت الآن أن يمكن للعرب القضاء على اليهود الآن من خلال المغالبة التي يمكن أن تتم الآن. وفي هذا التفسير على أن إسرائيل جايب استطاني يمكن أن تنتهي كما انتهت كثير من الجيوب الاستطانية التي قامت. هل يمكن أن يكون هؤلاء اليهود الذين يقيمون في فلسطين ليسوا هم اليهود المقصودين الذين سيأتون في آخر الزمان وإلا نحن على أعتاب نهاية التاريخ الآن؟ هذا غيب. والغيب لا يعرفه إلا الله. فهل هؤلاء هم يهود آخر الزمان أم أن يسأتي غيرهم؟ هذا ما لا نعرفه. أنا كمسلم وأيضا كمسيحي وكأي إنسان يرفض الظلم يجب علي أن أحارب ضد هذا الجايب الاستطاني. ويجب علي أن أقيم العدل في الأرض. دي مسألة أساسية. مسألة نهاية التاريخ هذه ومسألة أنه معركة أبدية وهكذا دي مسألة نؤمن بها. لكننا في نهاية الأمور أتركها لله سبحانه وتعالى يقررها. طيب الآن ده بيدفعني للسؤال عن نقطة مهمة. المقال الذي نشره جاك أتالي أحد كبار المفكرين الصهيين الفرنسيين في 12 أكتوبر الماضي فقط. في ليكس بريس الفرنسية والذي تنبأ فيه بزوال إسرائيل وانتهاء الحلم الصهيوني. يدفعنا للسؤال عن مستقبل إسرائيلي الآن في ظل هذا الواقع؟ نعم. أنا أعتقد أن كثير من الإسرائيليين يعرفون هذا. أنا سأحكي لقى قصة سمعتها من جنرال بوفر. وهو كان قائد الحامية الفرنسية التي حاجمت مصر عام 1956. جاء بعد حرب 73 بدعم من أستاذ هيكل ليحدثنا في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. فقال لنا هذه القصة أنه عام 1967 والقوات الإسرائيلية بعد من حققت النصر العظيم هذا وهي في طريق العودة كان يحلق في الطائرة مع رابين وبدأ يهنئه عن هذا الانتصار. ففوجئ برابين يقول له لكن ماذا سيبقى من كل هذا؟ يعني في لحظة النصر يعرف أن هناك نهاية. وهذا ملخصه أحد المفكرين الإسرائيليين قال إن إسرائيل ستركد من نصر إلى نصر حتى تصل إلى نهايتها المحتومة. تحدث يعقوب تلمون عن عقم الانتصار. وهكذا بمعنى أنه ويوجد في الأدب الإسرائيلي أشياء كثيرة عن هذا الموضوع. لأن كما قلت أن الإسرائيليين يدرسون حروب الفرنجة بكفاءة. وهذه استمرت قرنين من الزمان وكانت قوية. يدرسون أيضا ما حدث جنوب أفريقيا في الستينيات وهذا ليس في العصول الوسطى. كانت في غاية القوة تجارب نموية وغير محتمدة على أوروبا من أعلى مستويات الاقتصادية وهكذا. ثم في التسعينيات قضية عليها. الإسرائيليون يدرسون هذا جيدا ويعرفونه في قرارة أنفسهم قد ينكرونه لأنهم ينكرون التاريخ. لكن لوعي الإنسان هو أمر لا يتحكم فيه. أنا أعتقد أنه انتفاضة الاستقلال، انتفاضة الأقصى، لو نجحت في تحرير الضفة الغربية وفي تحرير غزة، أعتقد أن هذا هو نهاية إسرائيل لأنه في نهاية الأمر الفلسطيني سيزداد ثقة بنفسه، وهذا الجيب الاستيطاني سيصبح شيء صغير يضمر لأن الغرب لن يهتم به، لأنه في نهاية الأمر الغرب له مصالح في المنطقة، وإن أرسلنا رسالة للغرب أن في نهاية الأمر أن الإسرائيل لا يمكنها أن تمثل مصالحه، ولا تشكل عبقى عليه، أعتقد أن هذا هو نهاية. ترجمة نانسي قنقر